محافظ صلاح الدين يجدد العزم على تأمين مستحقات المتضررين من الإرهاب ويضع حجر الأساس لتطوير وادي شيشين مؤتمر موسع لتسريع الخدمات في بيجي ونزهة تضبط مسؤولين بزراعة الدور محللون ينصحون البيت السياسي الشيعي عدم تأزيم العلاقات مع واشنطن وتمنح حكومة السودان خيارات تنظيم علاقات العراق الخارجية والحكومة توافق على تثبيت المحاضرين والإداريين في الوزارات والمحافظات وتطمينات رسمية بعودة التوازن لسعر صرف الدولار ومن عنوين النشرة إلى تفاصيلها والبداية من تكريت أهلا بكم كشف محافظ صلاح الدين إسماعيل خدير الهلوب عن قرب إطلاق وجبات جديدة من قوائم التعويضات للمتضررين من المخطط التدميري لداعش الإرهابي مؤكدا سعي الحكومة المحلية وبشكل مباشر لاستحصال الموافقات الأصولية لصرف هذه المبالغ من الوزارات المعنية الهلوب أكد خلال إشرافه على تسليم الوجبة الأولى من الصقوق مواصلة للجهود لحسم هذا الملف بما يتناسب وحجم المعاناة التي ألحقها الإرهاب بالأموال والممتلكات عبر المواطنون المستفدون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المحافظة ومتابعاتها الجادة لهذا الملف الذي طال انتظاره بسبب محدودية التخصيصات المالية ترجمة نانسي قنقر يعني يقدروا بالتقدير المضبوح كانت إجراءات شفافة وسلسة وبدون أي معوقات متعاونين جميع موظفين المحافظة من جهات أمنية إلى إدارين إلى محاسبين إلى السيد المحافظة شخصيا كان أوجه أيضا بتسهيل كل العقبات أمام المواطنين فكانت إجراءات سليمة ومريحة للمواطن والله يعني يعني يعيدون النظر بتقييم الأضرار اللي وقعت على المواطن لعنهاي ما تكفي يعني ربع قيمة الضرر اللي حقه بمساكننا من جراء داعش الغاشم والله جيدة جيدة حيل جيدة جدا ممنون للكم احنا قدمت والله من جمال من رجعنا من لو من تهجرنا رجعت وقدمت عليها نشكر جميع الكادر المحافظة والسيدة المحافظة على تعاونهم مع المواطن كان إجراءات جيدة جدا تعاونهم مع المواطن لإجراء الصكوك استلامها ولا طولت تقريبا نص ساعة سلام الصكوك السبعين اسم الآن تقريبا قائمة رابع قائمة تسلسل أربعة صار ثلث ساعة سلامتصك أول مرة شلعوا قلبنا بعدين شو صار زيني ويانا أي والله وبسلامة المحافظ بارك الله بي واشكر جهوده ويانا مبلغ 15 و11 والله يعني ضموني يعني بس ش سوي ها هي بسم الله الرحمن الرحيم لا شك اليوم برعاية السيد المحافظ تم توزيع الوجبة الأولى من الوجبة التي انطلقت لألف أربعمائة تسلسل مليجات من وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي الوجبة الأولى اليومية الهدف من أده هو من أجل استمرار الإنسابية وكذلك تقليل حالة الاقتضاء اللي راح تكون مع المصرف حتى يستلم المواطن استحقاقه بشكل انسيابي وبعيد عن الضغوطات والانتظار والروتين للأسف الشديد ما لدى محافظة صلاح الدين من كم هائل من أضرار بالممتلكات والتعويضات وما تعرض له المواطن طيلة حرب داعش لم تأخذ بجدوى الاهتمام من قبل الجهة المعنية في وزارة المالية بضرورة تنظيم أكبر عدد ممكن اسوة في المحافظات الأخرى في الأنبار والموصل نسعى وسيد المحافظ وكل الأخوة المعنيين أقصى الجهد والاهتمام في هذا الملف في سبيل رفض الكثير من المعاملات التي هي بانتظار الإطلاق من قبل وزارة المالية القادم إن شاء الله تعالى هو مزيد من الجهود ومزيد من العمل الدؤوف في سبيل إحقاق كل الحقوق والمستحقات التي يطمح إليها مواطننا في محافظة صلاح الدين هذه الخطوة الأولى وإن شاء الله الخطوات القادمة سوف تكون أسرع وبوتيرة مستمرة بشكل يحقق ما يصب إليه مواطنين العزاء وهو استحقاقهم الطبيعي لا شك الموضوع على جدول الاهتمامات الرئيسية من قبل حكومة المحافظة وعلى رأسها سيد المحافظة بمتابعة مستمرة مع وزارة المالية ومع كذلك اللجنة المعنية برئاسة القادمة في اللجنة الأولى في المحافظة إن شاء الله القادم مسألة وقت سوف تحسن الكثير من الملفات بس شوية الصبر وكل الخطوات تسير بالالتجاه الصحيح الذي نصب إليه جميعا وهو عودة الاستحقاقات التي يصب إليها مواطننا في محافظة صلاح الدين من الدجال إلى الشرقات ومنتوس خرماته إلى الترثار إن شاء الله تعالى وضمن خطوات تحسين الواقع الخدمية ووضع محافظ صلاح الدين الحجر الأساس لمشروع تطوير وادي شيشين في المدخل الجنوبي لمدينة تكريت بحضور إقاء مقام القضاء ومعاون المحافظة للشؤون الفنية والطاقة والإستثمار ومدير الدواء الحكومية المعنية وعدد من الملاكات الهندسية والفنية المحافظة قال بالمناسبة إنه تم وضع الخطط المستقبلية لمشاريع ترفيهية مهمة تساهم في تعزيز جمالية مدن صلاح الدين والارتقاء بها ضمن توقيتات محددة تتناسب وخصوصية مختلف مدن المحافظة ويتضمن المشروع توسيعة إكساء كتاف وادي شيشين بالحجر المقاوم وإنشاء نهر صناعي مغلق عن طريق الضخ المعاكس للمياه من نهر دجلة وتحويل ضفافه إلى حدائق ونفورات مع الإنارة المتطورة ليكون متنفسا للأسر كما في السابق استذكارا للمواقف البطولية التي سطرت أسم العناوين في تضحيات من أجل العراق وشعبه شارك محافظ صلاح الدين وممثل رئيس الوزراء والنائب محمد كريم البلداوي مع شخصيات سياسية وقادات أمنية وحشود من أهالي قضاء بلد بمهرجان الصمود الدولي بنسخته الثامنة وأكد الحاضرون أن الأمان الذي يتمتع به القضاء واستقرار أهله جاء بتلك الدماء التي روت الأرض وأن صلاح الدين ستواصل دفاع عن كل شبر فيها نتابع تقرير مراسلنا عبد الجبار مهدي بكل فخر واعتزاز يستذكرها لقضاء بلد كل عام مهرجانا ضم في طياته العديد من المواقف البطولية من الشيبة والشباب وحتى الصغر من أبناء هذه المدينة المعطاة الذين جاهدوا بالغالي والنفيس لحماية تربة بلد الطاهرة وتحرير أطرافها من سطوة الأرهاب الظلمية شكرا جزيلا لكل أهالي قضاء بلد من مسؤولين إلى مواطنين إلى شباب إلى أعلاميين إلى حشد إلى أجهزة أمنية إلى شيخ عشائر إلى كل الفعاليات الاجتماعية في هذا القضاء الطيب وأهله الطيبين اليوم كان هناك احتفالية رائعة وهناك فقرات أخرى في الدكرة الثامنة لتحرير محيط قضاء بلد وفك الحصار عن هذا القضاء قبل ثمان سنوات ضرب هذا القضاء وأهله الشجعان مثلا كبيرا في الشجاعة والصمود والتحدي ومقاومة التنظيم المجرم الشرس في ذلك الوقت والحمد لله كان هذا القضاء منطلق لتحرير باقي محيط بلد بالكامل وجنوب صلاح الدين وكان هناك قفزة نوعية في العمليات في ذلك الوقت بعد تحرير محيط هذا القضاء واندحار كبير لفلول التنظيم كنا مرافقين للأجهزة الأمنية والحشد والقيادات الأمنية في ذلك الوقت ونفتخر بهذا الشيء فهذه الذكرى ذكرى عطرة وذكرى فرحة لنا جميعا حقيقة ونستذكر بها دماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل العرض والأرض في هذا القضاء وفي هذه المحافظة لذلك كل ما قدمناه اليوم في هذا الاحتفال هو شيء بسيط لهذه الذكرى العطرة الجميلة الرائعة في تاريخ هذا القضاء وفي هذه المحافظة اليوم من مدينة بلد الصمود والتضحية والفداء مدينة الألف شهيد مدينة سيد محمد بن الإمام علينا الهادي عليه السلام حيث صدح الانتصار من ربوع الصمود ليحكي قصة مدينة اسمها بلد مدينة كتبت في أمق التاريخ اسما لها بدماء أبنائها وبتضحياتهم هذا المهرجان الكبير الذي اليوم أمه الآلاف من الوافدين إلى هذه المدينة بدأ من ممثل دولة سيد رئيس الوزراء والسادة على كارم أعظم مجلس النواب والقيادات الأمنية والأسكرية من ربوع إلى إراق التأم فيه شمل أبناء الوطن هذه المدينة التي كانت بوابة الانطلاق لتحرير باقي مناطق صلاح الدين وكانت هي نقطة الانطلاق لبدء الانتصارات على داعش الإرهابي بل كانت السد المنيع الذي تكسرت عليه مجاذيف داعش الإرهابي الذي حاول أن يصل إلى بغداد السلام ولكن هذا السد المنيع وهذه المدينة وسواتر الأز التي سطر فيها رجال الحق ورجال النصر ورجال أبناء هذه المدينة الذين لبوا الفتوى المباركة لسماحة المرجع الأعلى الإمام السيستاني حفظه الله والمرجعية الدينية الشريفة ولبوا نداء الوطني وقدموا التضحيات بآلاف من الدماء خرج فيها نساؤها وشيوخها أبناءها أطفالها كبارها صغارها ليلتحموا مع أبناء الحجد المقدس وفصائل المقاومة الإستامية هذا واستعرض أبطال القوات الأمنية والحجد الشعبي بكافة فصائلها وآلياتها استعراضا مهيبا حضره شخصيات سياسية وأمنية وعشارية وفنية لرسم معالم الناصر وإيقاد أرواح الشهداء السعادة الذين روت دمائهم الزكية بتحرير أرض المحافظة والحفاظ على هيبتها نستفكر في هذه المناسبة التضحيات الجسام التي قدمها الشهداء وعوالي الشهداء وكذلك الجرحى وكذلك القوات الأمنية والحجد الشعبي المبارك الذين سطروا أرواح الملاحم لتحقيق هذا الناصر ولذا نحن فريحون بهذه الذكرى الثامنة التي نستذكر فيها الشهداء نستذكر فيها البطولات نستذكر فيها مواقف عوائل الشهداء كذلك الذين شاركوا جميعا وكافة أبناء مدينة بلد في الدفاع والتضحية والمساهمة في شراء العتاد والأسلحة حتى يقفوا صفا واحدا بوجه الاعتداء الداعشي اللئيم اليوم انطلقت فعاليات مهرجان بلد الصمود الدولي الثامن ومن ضمن هذه الفعاليات الاستعراض العسكري للقوات الأمنية المتواجدة في محافظة صلاح الدين اليوم نبعث برسالة إلى الاعداء نقول لهم أن قواتنا على تم الجهزية قواتنا قوات ضاربة من الحجد الشعبي المقدس والشرطة ووزارة الدفاع أيضا هم الذين قدموا ما قدموا من أجل الحفاظ على المقدسات في هذه المحافظة نقيم هذا المهرجان مهرجان بلد الصمود الثامن وكل عام هذا المهرجان قائم والشارك به كل تشكيلات هيئة الحجد الشعبي ومن خلال هذا الاستعراض وهذا المهرجان نبعث رسائل أطمينان لأهلنا في محافظة صلاح الدين عامة وقضاء بلد خاصة بأن الحجد الشعبي موجود وعلى أهبة الاستعداد لمساندة القوات الأمنية لرفع الخطر عن أهلنا أو ناسنا في محافظة صلاح الدين هذا المهرجان هو عبارة عن صخرة ننقش عليها ذكرى مآثرنا واعتزازنا وافتخارنا بأبطالنا وبشهدائنا الذين قدموا النصر لهذه المدينة حتى تحرير آخر بقعة في هذه المدينة اليوم هو جميع كراديس قوى الأمن الداخلي من ضمنها هيئة الحجد الشعبي المقدس وعمليات حجد الشعبي في صلاح الدين وأمارية الانضباط ومديرية الأمن للحجد الشعبي استذكاراً لبطولات الحجد الشعبي وجميع قوى الأمنية البطلة الذين حرروا وطهروا الأراضي بدماءهم المقدسة الزكية طبعاً دورنا كان نحن بالتصدي الداعش 2014 لواء الثاني بدير دنوع العسكري كان دور مشرف السواتر بلد وطبعاً حررنا بلد ومحيطها وأيضاً انتقلنا إلى جبال الحمرين ومكحول والسقلاوية وكان هناك دورة فعالة لهالي بلد ولا ننسى ونحن من هذا المكان أن نستذكر دماء الألف شهيد التي سقطت دفاعاً عن الأرض والمقدسات والتي كانت وستبقى ما حين راية خفاقة تشير إلى تلك الوقفة البطولية العظيمة دفاعاً عن الوطن المقدسات مهرجان بلد الصمود بنسخته الثامنة واستذكاراً للقوات الأمنية والحجد الشعبي وما سطرته القوات الأمنية أنذاك بالتصدي لزمر الإرهابي داعش من قضاء بلد عبد الجبار مهدي قناة صلاح الدين الفضائية وضمن إعادة أولويات الاستحقاقات وبحضور عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية أن أبوشر القيسي استضاف قضاء بيجي مؤتمراً موسعاً ضم أهالي ووجهها القضاء وعدداً من مديري الدوائر لمناقشة ملفات التعويضات والصحة والتربية والخدمات ورحب الحضور بالمبادرة داعينا لإقامة هكذا مؤتمرات مع عموم المسؤولين لمناقشة وتدليل الصعوبات أمام حصول بيجي على مستحقاته بمختلف القطاعات مع مراعاة حالة الدمار التي خلفها الإرهاب وحاجة الناس لطي صفحة النزوح والتعويضات وإعمار الديار تمت الدعوة من قبلنا إلى أهالي وشيوخ ومدراء دوائر مدينة بيجي لمناقشة الواقع الخدمي ومناقشة المشاريع المتأخرة والمتلكئة والمشاريع القادمة تمت مناقشة موضوع التعويضات وتأخرها التي هي أقل من 30 مليون رح يستلمونها إن شاء الله من محافظة صلاح الدين لأعلى من 30 مليون قدمنا طلب لدولة رئيس الوزراء بصرف ودعم التعويضات لأهالي قضاء بيجي كذلك تم التطرق إلى موضوع البترودولار وحصة قضاء بيجي وكذلك حصة قضاء بيجي من المشتقات النفطية وزيادة حصتها لأن التوزيع يكون على الكثافة السكانية رح نقدم طلب لسيد وكيل وزير النفط أنه يشمل مدينة بيجي بزيادة الحصة من المشتقات النفطية كذلك تمت مناقشة الواقع الخدمي على مستوى الصحة والتربية والاستماع إلى عدة مشاكل لأهاليتنا والواقع الأمني وإن شاء الله بخدمتهم خرجنا مخرجات من أهمها الدعوة إلى مؤتمر ثاني بحضور السيد الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن والاستماع إلى مشاكل المواطنين ونحن نبشر أهالي بيجي باستئناف المشاريع إن شاء الله بعد عشرة واحد رح تشوفون تغيير إن شاء الله بالواقع الخدمي والبنى التحتية نعقد هذا اليوم المؤتمر الأول لأهالي قضاء بيجي هذا المؤتمر المهم جدا بحضور السيد النائب المهندسة بوشتر رجب القيسي تخلته ملاحظات ومطالبات من كل أهالي قضاء بيجي بالضغط وإيصال الصوت لإيصال الخدمات قطاع الخدمات ودعم القطاع الصناعي وقطاع الكهرباء يعني قطاع الكهرباء إعادة تأهيل المحطات الكهربائية المتوقفة وإعادة معمل الزيوت النباتية وإعادة الشركة العامة للأسمد الشمالية وإعادة فتح مصرف الرافدين فرع بيجي إلى سابق عهده لتدعم الحركة الاقتصادية في القضاء وكما كانت المطالبات مهمة جدا متابعة التعويضات وإطلاقها للمواطنين نتمنى دائما أن يكون هذا التجمع لإيصال الصوت المواطن إلى قبة البرلمان أو إلى الوزارات المتبقية تدون أننا في بيجي عانينا مع عانينا قدمنا تضحيات كثيرة بيجي منكوبة منذ عام 2016 إلى يومنا هذا لم يصعد منا برلماني أو وزير أو أي مسؤول والحمد لله اليوم نلتمس بالأخذ السيدة المهندسة وشرة النجاح لهذه المنطقة وأهالي المنطقة جميعا وهذا الصوت وهذا المنبر الذي يوصل الكلام إلى قبة البرلمان نحن نطالب تعرفون منذ التهجير والدخول داعش وعمليات التي حصلت في بيجي المنكوبة هذا ما أدى إلى تعرق العمل في بيجي ووسط الأحياء الموجودة في المنطقة عقد الصباح هذا اليوم مؤتمر شيوخ ووجهاء أبناء بيجي وذلك كلمة ناقشة الواقع الخدمي في المدينة بحضور النائب عن محافظة صلاح الدين بشرة جبل قيسي وأيضا مدراء الدوائر الخدمية وممثل عن شركة بصافة الشمال وذلك كلمة ناقشة الواقع الخدمي في بيجي سيما وأن بيجي تمر بوضع خدمي مزري ونحن في فصل الشتاء وعام دراسي تم مناقشة عدة أمور وعدة ملفات أيضا تم التطرق لمواضيع المنشآت الصناعية في المدينة المتميز بهذا المؤتمر هي جمعة جميع مسؤولي دوائر البيجي والمواطنين فصارت وجها لوجه وبعدين بكل صراحة وبدون تحفظ الناس جاءت تطلع مشاكلها وخاصة مشاكل التعويضات مشاكل المجاري مشاكل المدارس كل أكثر مشاكل الصحة مشاكل المستشفيات مشاكل الأمور كلها طرحت مباشرة من المواطن إلى المسؤولين وحضرة ست بشرة والشيخ غالب النفوس ووجهاء القضاء وبالإضافة إلى مسؤولين الدوائر كلها أنا أعتبر هذا المؤتمر ناجح جدا جدا لأن كل مواطن مسموح له أن يتكلم بكل صراحة وبكل هدوء بدون تحفظ ونبقى في بيجي حيث عقد القائم قام محمد محمود الجبوري اجتماعا حضره مديري الدواء الخدمية والأمنية لمناقشة بعض الملفات الأمنية والخدمية وبمقدمتها المشاريع المهمة التي تخدم القضاء وتطوير العمل الإداري والمهني وبحث الحضور أهم الأمور التنظيمية التي يجب اتخاذها في العمل والتركيز على الجانب الإنساني حيث وجه الجبوري إلى تكثيف الجهود والتجديد لتدليل العقبات أمام المواطنين وإنجاز جميع المشاريع اليوم من ضمن سلسلة الاجتماعات مع مدراء الدواء كان لنا اجتماع شامل مع الدوائر الخدمية والدوائر الأمنية لمناقشة مشاريع لعام 2023 المستقبلية وأيضا لمعالجة الأخطاء والخلقات التي تحصل في المشاريع المستمر الحاليا في قضاء بيجي وأيضا هناك كان حديث عن الوضع الأمني وتحديد نقاط الخلل التي تحصل وضرورة تأمين وضع القضاء الأمني أضافة إلى ضرورة تأمين وضع الشركات والمنظمات الدولية التي تعمل داخل القضاء من أجل سلاسة وعمل الشركات بدون أي معوقات بدون أي تعارضات في داخل القضاء بيجي وتم مناقشة جميع المشاريع مع الأخوة مدراء الدوائر وطلبنا منهم إعداد كشوفات كاملة وبشاريع كاملة وأيضا عدم الممانعات من جميع الدوائر لغرض رفعها في قادم الأيام اليوم قام سيدة قام مقام باجتماع موسع لمدراء دوائر بيجي ووضع خطة لمشاريع 2023 وإن شاء الله وضعنا خطة كاملة إن شاء الله لمشاريع 2023 والمشاريع الحالية مستمرة العمل بيها صارت عدة خروقات بسبب الفيضان وجار العمل بيها وإن شاء الله الأمور تمشي نحو الأحسن حول الاجتماع المنعقد بقيم مقامية قضاء بيجي اليوم طرقنا لعدة مشاكل هي كمثلا أعمال دائرة المجاري دائرة المجاري أحنا كشبكات مجاري عندنا الشبكة الموجودة حاليا كلها بالعمل جيدة ما عندنا أي مشكلة بالموجودة بالمناطق عندنا مناطق غير مخدومة آلياتنا بالعمل تسحب طرق مثلا شوية ضيقة آلياتنا ما خلقوا صور صارت أربعة يام بالعمل المناطق اللي مخدومة ما صارت عندنا أي مشكلة الشبكة شقالة الشبكة طبعا الشبكة الشركة كملت أعمالها وسلمت الأعمال ننتظر البلدية تنطين أعراض عرض الشارع في سبيل نكمل الفوهات الاستلام المناطق اللي موجودة في داخل قضاء بيجي الي بيها بورك مال مي عالجناها معالجة جيدة ولكن هي شن هي المشكلة أنه أكو مثلا حفر أكو مناطق مطبات ننتظر البلدية أنه تطلع مثل آلية قريدار أو شيء متعاونين الناس معهم معانا البلدية ننتظر أنه مثلا المواطن هم يعاونه المواطن جزء من الخدمات في غير محافظات الإقليم لهذا المواطن له دور يعني ستين بالمية المواطن له دور كبير من التعاون في مثلا سوق بيجي صار عليها مثل الإعلام لو دور اللي طلعناها طلعنا مخلفات المحلات مخلفات القصابين مخلفات المحلات الموجودة محلات الخضار يعني طلعنا أشياء تتعلق بعملهم وتاركينها ورايحين ومطرة الدنيا نسدت هي عبارة عن فوهات المواطن ضروري ضروري المواطن لو دور يعني بكل مكان المواطن هو هو اللي ينجح العمل هو اللي ينجح المشروع هو اللي ينجح الشارع هو اللي ينجح الخدمات هو لنجح البلدية دائرة المجاري وفي الضفة الأخرى من التحديات أعلنت هيئة النزاه الاتحادية ضبط أربع مسؤولين في مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين لإقدامهم بصورة متعمدة على ارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفية دائرة تحقيقات الهيئة كشفت عن ضبط مدير زراعة الدور ومسؤول وحدات الأراضي والتخطيط والإنتاج النباتي في الدائرة على خلفية تنظيمهم عقودا زراعية وهمية والتلاعب بمساحات العقود ضمن الخطط الزراعية لمحصول الحنطة للموسم الشتوي 2019-2020 وأشارت أيضا إلى قيام المتهمين شراء الحنطة من الفلاحين بسعر أقل وبيعها إلى الدولة والاستفادة من الدعم الممنوح من وزارة الزراعة للفلاحين من أسميدة ومبيدات وآلات زراعية وقروض وأوسط هيئة النزاه الاتحادية إعادة النظر في النظام الداخلي لصندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وبما يجعل من الهيكل التنظيمي مناسبا للمهام المناطب بالصندوق واقترحت النزاهة عدم اللجوء إلى أسلوب الدعوات المباشرة لما يشبه من حالات فساد وهدر للمال العام إلا عند ضرورة وللحالات المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية مؤكدة رصدت عاقدات بأسلوب الدعوة المباشرة دون أن تكون هناك حاجة لذلك ودعا تقرير النزاهة المحافظات المتضررة من العمليات الإرهابية لاستكمال متطلبات إدراج المشاريع وإرسالها إلى الصندوق بالسرعة الممكنة لضمان التوزيع العادل للمشاريع والتخصيصات عاد موضوع النازحين للواجهة مع بداية فصل الشتاء حيث عجزت جميع الحكومات إنهاء هذا الملف الشائك بتفاصيله الأمنية والسياسية والدولية المسؤولون والمتابعون يضعون اللوم على طاولة الأعمار والخدمات في مناطق النزوحة لكنهم لا ينفون تأثير البيئة الجديدة للنازحين على قرار تأخير عودتهم ما يتطلب معالجة حقيقية لأصل المشكلة والمتمثل بتعدد الجهات المستفيدة من الإبقاء على مخيمات النزوحة المتابعون يقترحون صرف التعوضات ومنحة العودة لجميع النازحين واسقاط الورقة الانتخابية ومصالح المنظمات الدولية والتي تلتقي جميعها عند تأجيل عودة النازحين بينما يقول النائب الإداري ليزارة الهجرة كريم النوري أن الحال النهائي للأزمة يكمن بعودة جميع النازحين إلى ديارهم حتى يكون العراق خالا من المخيمات لتجاوز حالة انتظار التعيينات في مختلف شرائح الشباب وخاصة لدى الخرجين بدأت في الآوينة الأخيرة ظاهرة الاعتماد على النفس عبر اكتشاف المواهب وصقلها أو التوجه لتعلم مهنة تكون مصدر عيش للكثيرين وضمن هذه التوجهات احتضرت كلية التربية الأساسية بجامعة تكريت بازارا لعرض الأشغال اليدوية بقطاعات مختلفة وبيعها واعتبر القائمون على العمل المبادرة بمثابة رسالة للمجتمع تعبر عن إمكانية توفير فرص عمل من خلال أعمال فردية أو مشاريع جماعية صغيرة تمكن أصحابها من تجاوز البطالة وتأمين العيش بدرجات متبينة للتفاصيل متابع تقرير الزميلة أسيل نوري العشرات من المشاريع الانتاجية احتضنتها كلية الآداب بجامعة تكريت ضمن بزارا تبنته الكلية دعما للمشاريع الصغيرة وخلق فرص تسويقية للمنتجين حقيقة سوق الإبداع عملت كلية الآداب برعاية سيد رئيس الجامعة المحترم وتم ابتتاحه من قبل سادة الدكتور حسن مساعدة جامعة الشؤون العلمية حقيقة كما تلاحظون البزار متنوع فيه كثير من العمالة اليدوية للطلاب سواء الخرجين أو طلاب حاليا في الجامعة حقيقة فرصة أن هؤلاء الشباب يبيعون البضاء عمالهم وفرصة أنه يعرفون المجتمع وعرفون الناس بالأعمال التي يقومون بها حقيقة هذا البزار ونسمي السوق هو مهرجان فيه أبداعات للشباب الغنائية فيه شعراء فيه مصممين فيه ديكورات فيه كثير من الدوات المنزلية هاي اللي تشوفونه يعني عدد كبير وهائل من الشباب يمتلكون بياجات هاي البياجات هي توصيل الطلبات الهدف من إقامة هذه هو دعم لهؤلاء الشباب وكذلك عدنا فقراء وعدنا المتعففين إضافة إلى أيتام الريع كل هذا السوق الإبداعي هو ريع للأيتام والمتعففين بدعوة كريمة من جامعة تكريت كلية الأداب حضرنا هذا اليوم البزار المقام على داخل أرقة جامعة تكريت تحديداً كلية الأداب صراحة لاحظنا إبداعات الشباب من الطلبة ومن الخريجين من الأعمال اليدوية والأعمال الحرفية أعمال متنوعة صراحة تنم على طاقات شبابية رائعة جداً أيضاً فرصة لتشجيع العاطلين عن العمل على مزاولة هذه الأعمال ومن ثم عرضها أسوان في الأسواق وهذا المكان الرائع صراحة هذا البازار فرصة لعرض الصناعات اليدوية التي يقوم بها الشباب من كل الجنسين لاحظنا أعمال حرفية رائعة سواء الخط أو الحياكة أو صنع أنواع الأكلات والمعجنات والحلويات اليوم نشهد على غرار البازارات الأخرى بازار الآداب الموسم ببازار الإبداع وحق هذا العنوان لم يتم فراغه إنما جاء من خلال الإبداعات التي قدمها الطلبة في هذا المضمار وحقيقة اليوم احتوى هذا المضمار البازار يأتي في إطار تنشيط الفعالات الطلابية الأصفية وتفعيل دور الشباب الذين ليس لديهم توظيفي الاهتمام بالأعمال الإدوية والأعمال الحرفية والصناعات والأغذية ومجال التسويق وهذا سياسة ترسمة جمعة تكريت لاستقطاب الكفاءات من الشباب والشابات وإن شاء الله سيكون لنا بزار كبير في النصف الثاني من هذا العام الدراسي وإن شاء الله سيكون البزار شامل وفيه فعاليات طلابية صناعة العطور وأشغال يدوية وأكلات شعبية ونحت ورسم عكست قدرات إبداعية لشباب جعلوا منها مشاريع وخلقوا منها فرص عمل لهم برعاية رئيس جامعة تكريت وبإشراف دكتور مربد عميد كلية الآداب قام شعبة النشاطات الرياضية والفنية في كلية الآداب بمهرجان الإبداع هذا المهرجان تضمن عدد من الفقرات وهي المبدعين من طلابنا الرسامين وأيضا الكتاب والشعراء وأيضا مطربين وأقام سوخ شعبي أيضا للخريجين الخريجين والعطنين عن العمل لعدم وجود فرص عمل فأعطيناهم فرصة أنه ترويج لبضاعتهم وأيضا بيجاتهم المهرجان تشوفوا أنتوا يعني ما شاء الله عليه إقبال رغم الجو اللي صار من ضباب ومطر بس إقبال الطلاب ما شاء الله عليه النجاح عدنا مجموعة من الأيتام يكون ريع البازار لهم خطوة حلوة ونشجع هذه البازارات لأنها مفيدة الأصعاب الداخل المحدود والأعمال اليدوية كل شخص صاحب ميز هو اعتمد على نفسه وعافي الوظيفة الحكومية إذا جدت أو لا اعتمد على نفسه ناس تبيع ناس تطرز ناس تخيط ناس ترسم نحن نشجع هذه الخطوة وشكرا البازارات أول شي شوف الناس أنه إحنا ما يكون شي يعني مو إلا أن وظيفة وشي لازم واحد يجتهد على نفسه وبالأخص البازارات هو دعم إلنا دعم المواهبنا صناعتنا لحتى ما نضل بالبيت لازم احنا يعني نوسع من شغلنا أو البازار يطي يطي دافع أنه إحنا إذا نشتغل نقدر نحقق اللي نريده استكمالا لدورها الأكاديمي تنتهج جامعة تكريت اليوم نهج دعم مشاريع شبابية واعدة تعزز اقتصاد البلد وتخلق فرص عمل قناة صلاح الدين الفضائية أسين نوري تكريت وضمن خطة أمنية محكمة لقيادة قاطع سامراء تواصل ألوية سرايا السلام تنفيذ العمليات الاستباقية تأمين لمدينة الإمامين العسكريين عليهم السلام حيث باشرت قوة من اللواء 314 وحسب توجيهات قيادة القاطع وبإشراف ميداني من قبل أمر اللواء ومشاركة الفوجين الأول والثاني وفوج الطوارئ والاتصاصات الأخرى بمسح وتفتيش منطقة البوجر روب غرب مدينة سامراء وتهدف هذه العملية إلى ديمومة الاستقرار وافشال مخططات الإرهاب في تعكير أمن سامراء وفي صفحة تكتمل فيها علامات الاستقرار وبحضور جماهري كبير أقيم بقضاء الدجيل حفل تأبيني بذكرى استشهاد قادة النصر واستذكر الحضور المواقف البطلية للشهداء ودورهم في التصدي للإرهاب وعصاباته التي اشتاحت عددا من المحافظات مطلع 2014 لمزيد من التفاصيل متابع تقرير زميل فاضل الأنصاري بحضور جماهري كبير أقيم بمدينة الدجيل الصامدة حفلا تأبينيا بذكرى استشهاد قادة النصر أبو مهدي المهندس ورفاقه استذكر من خلاله الحاضرون المواقف البطولية للشهداء ودورهم المهمة في التصدي للعصابات الإرهابية التي اشتاحت عددا من محافظات البلاد في طريق الشهادة والسيادة هذا الطريق الذي خطه القادة الأبطال المجاهدين الذين يقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن دفاعا عن الأرض والأرض والمقدسات في مدينة الدجيل مدينة الشهداء مدينة الصمود والتضحية والفداء نقيم هذا المهرجان التأبيني الذي نقيمه كل عام بذكرى استشهاد قادة النصر الأبطال الذين استهدفتهم غربان الشر الأمريكية والصحيونية على أرض مطار بغداد وهذا المهرجان الذي ويعبر عن إرادة أبناء الشعب العراقي واستمرارهم في السير على نهج الشهادة والتضحية والفداء والوقوف ضد الدول للاستكبار العالمي هذه الجماهير التي جاءت هذا اليوم وهي تجدد العهد والولاء إلى هذا الوطن وإلى قادة الوطن وإلى الشهداء السعداء وإلى مسيرة الدماء التي تمتد إلى سيرة أبي الأحرار وسيد الشهداء لإمام الحسين الذي رفع شعار هيهات من الذلة يقيم أهالي الدجيل هذا المهرجان مهرجان استشهاد قادة النصر وهذه الذكرى ذكرى أليمة وبنفس الوقت تعظيمة عند العراقيين فأحياء هذه الذكرى واجب ورد جميل لكل العراق بأطيافه المتعددة نحن من هذا المكان نجدد العهد والوفاء لقادة النصر أنه نسير على هذا النهج وإن شاء الله يرزقنا مثل ما رزقهم الشهادة فيما أكد الحاضرون أن للقادة دورا مميزا في تعجيل النصر وتحرير المحافظة من العصابات الإرهابية فضلا عن الجانب الإنساني الذي أسهم بعودة أغلب النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب التي أدت إلى استشهاد قادة النصر رضو الله عليهم أبو مهد المهندس والحاج قاسم سليماني هؤلاء الأشخاص الذين ضحوا بدماءهم من أجل إعلاء كلمة الحق ويبقى العلاق موحدا من شماله إلى جنوبه حيث قدموا كل ما يستطيعون من أجل أن يزيلوا الداحش من مناطقنا ويبقى العلاق موحد من شماله إلى جنوبه استذكر أهالي المحافظة التضحيات والبطولات لشهداء قادة النصر التي أسهمت بتحرير مناطقهم المقتصبة من العصابات الإرهابية لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري قضاء دجيل لحظ السياسيون ومحللون ودبلماسيون حالة عدم توفق في الرؤى بين رئيس الوزراء محمد شيع سوداني وقوى في الإطار التنسيقي بخصوص مستقبل العلاقات مع أمريكا عيث يميل السوداني إلى توازن وشراكة بينما يذهب الفريق الآخر إلى التأزيم مثل ما يحدث مع أزمة الدولار المحللون والسياسيون نصحوا قوى الإطار بعد علاقات العراق الخارجية عن مستويات التقارب والتباعد مع إيران ودول الخليج مع الأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط وهوية اللاعبين الجدد مع التفرغ لمواجهة الأزمات الداخلية بقرارات جريئة تلغي الحلول المؤجلة بتشكيل اللجان حسب تقريرا لصحيفة العرب اللندنية فأن السوداني يلاقي ضغوطا من بعض القوى داخل التنسيقي لإعادة النظر باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لسحب جميع القوات بدلا من إعادة انتشارها بمهام التدريب والمشهورة في وقت يحاول فيه الأخير الحفاظ على علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية وتفادي أي هزات معها أعلن النائب عودي عواد تصويت مجلس الوزراء في جلسته اليوم على تثبيت عقود الوزارات والمحافظات التي أنجزت كلفها والتي صادقت عليها وزارة المالية وأوضح عواد أن قرار التثبيت يشمل المحاضرين والإداريين وعقود وزارات ومحافظات ودوائر غير مرتبطة بوزارة إلى ذلك أعلنت وزارة التربية تصويت مجلس الوزراء على تثبيت المحاضرين على الملاك الدائم لتحقيق مطلب المحاضرين ليواصلوا العطاء ضمن مختلف المستويات التربوية وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني قد استمع إلى عرض المفصل من محافظة البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية وأهم الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا المجال وحث السوداني البنك على تحقيق الاستقرار العام من الأسعار وزعر الصرف وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات ومنع المضاربات غير القانونية وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومن جانبه أكد محافظة البنك السوداني إن الأزمة بشأن العملة الأجنبية طارئة لأسباب فنية وتزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخير الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد وفي البوابة الاقتصادية الجديدة أعلنت وزارة المالية إيقاف التعينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلوات والتقيات اعتبارا من بداية الشهر المقبل الوزارة أوضحت في بيانا إن تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من 12 جزءا من الانفاق الفعلي في السنة السابقة وذلك لحين صدور قانون الموازنة العام الجديدة ويشار إلى أن العلاق لم يصوت على موازنة العام الجاري بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية التي أعقبت الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين أول من العام الماضي قالت مدير عام هيئة الحماية الاجتماعية للمرأة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عطور الموسوي أن هناك ثقافة مغلوطة في المجتمع وهي أن كل من لا يستلم راتبا من الحكومة يستحق راتب رعاية اجتماعية لذلك هناك من لديهم سيارات حديثة ومعامل ويتقاضون هذا الراتب في تجاوز على حقوق المحتاجين المسؤولة شددت على أهمية توسيعة الحوكمة لكشف التجاوزات على الحماية الاجتماعية مع الكشف عن 950 ألف متجاوز خلال مقاطعة التفاصيل في الوجبة الأخيرة لرواتب الحماية الاجتماعية يتداول سياسيون واقتصاديون بسيناريوهات مختلفة لتبرير عدم قدرة الحكومة العراقية على ضبط سعر صرف الدولار فهناك رأي يتحدث عن ضغط أمريكي مباشر على قوى الإطار التنسيقية لتصحيح مواقفها من الوجود الأمريكية في العراق ومنح السودان الوقت الكافي لإعادة ترتيب الأولويات الثنائية بعيدا عن تجاذبات الموقف من إيران ورغم حديث سياسي عن صاروخ أمريكي عبر القارات اسمه الدولار فأن السيناريو الأكثر واقعية يتمثل في نجاح واشنطن بتجفيف المنابع المالية لبعض القوى السياسية من خلال منع مصارف قريبة منها من دخول نافذة بيع العملة في بورصة البنك المركزي العراقي وفي الحالتين يتفق السياسيون والاقتصاديون على نجاح واشنطن في إعادة توجيه البوصلة داخل العراق لأن عدم ضبط سعر الدولار يلاحق الطبقات الفقيرة التي تعهد رئيس الوزراء العراقي التخفيف من ضغوط حياتها ما سيدفع إلى تفاهمات ثنائية بعيدا عن الأضواء السياسية من جانبه عزى عضو اللجنة المالية نيابية محمد نوري للارتفاع غير المسبوك في سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى إيقاف تعزيز واردات الدولار النقدي للعراق بحسب الاتفاقية بين المركزي العراقي والفدرالي الأمريكي والتي دخلت حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر وأضاف أن إيقاف المصارف التابعة لأحزاب سياسية والتي كانت تعمل على تهريب الدولار عبر نافذة بيع العملة مقابل عدم دفع أموال الواردات النفطية النقدية من الدولار إلى البنك المركزي العراقي لمنع تهريبها إلى دول الجوار وتحديدا تركيا وإيران الاقتصاديون يقولون أن استمرار ارتفاع الدولار سوف يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وكذلك الأدوية والمواد الأخرى وهذا الأمر سيدفع إلى رفع نسبة الفقر في البلاد وسيؤدي إلى إعادة تلغيم جسور الثقة بين الحكومة والشعب ما يكشف عن الوجه غير الموضي للتنافس السياسي بيافضة سعر الدولار كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أسباب التقلبات في سعر صرف الدولار خارج السعر المركزية فيما أكد أن قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار بأسعار الصرف لا خوف عليها وقال أن الأسباب الداخلية تتعلق بالدولار النقدية الذي تجهزه نافذة بيع العملة الأجنبية إلى مكاتب وشركات الصرافة والمصارف بنحو يقرب من 10 مليارات دولار سنويا لسد احتياجات السوق المحلي إلا أنه تضح وجود نشاط احتكاري دخل السوق يتصرف خارج الضوابط الرقابية التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وعشار إلى اعتراضات من رقابة الامتثال الدولية بشأن الحوالات الخارجية غير مكتملة للمعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية ولأن متغيرات الزمن العراقي متسارعة يعتبر مراقبون للشأن العراقي آفة المخادرات بأنها لا تقل خطرا على انتظيم داعش الإرهابي في العراق إن لم تكن أكثر خطورة بوصفه العدو الخفي الذي يتسلل إلى محافظات العراق عصب وصف الخبير الأمني سرمت البياتي البياتي ومحللون أمنيون دقوا ناقوص الخطر المجتمعي بعد ضبط الجمارك الأردنية 6 ملايين حبت كابتاغون مخدرة تم حشوها في عجينة التمر بوزن طن تقريبا ومرت على سيطرات عراقية قبل أن تتسلل عبر منفذ تريبيل وتتسبب بسحب يد كبار العاملين في المنفذ ناقوص الخطر لا يتعلق بتهريب المخدرات بل عدد العاملين في تمويهها وتعبئتها داخل العراق ما يستدعي تحقيقا يستهدف الرؤوس الكبيرة للمخدرات للحلقات الهامشية تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير بورسة السليمانية تعز ارتفاع أسعار الدولار لسببين أحدهما داخلي والآخر خارجي وللتقليل من الحوادث المرورية كردستان تخصص ثمانية مليارات دينار لإعادة التخطيط وصبغ الشوارع وصربيا تنشر المدفعية الثقيلة وتضع جيشها في حالة تأهب قصوى وسط توطر مع كوسوفو ووصولوا نحو مئتي لاجئا من الروهينغا إلى أندونسيا بعد فقدانهم في المحيط لأسابيع وعاصفة القرن الثلجية تخلف نحو خمسين قتيلا في الولايات المتحدة إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم عزا جوران جبار المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره مقابل العملة المحلية مرتبط بتوقعات السكان المبنية على معطيات غير دقيقة وقال خلال مؤتمر صحفي أن أسباب الارتفاع خلال هذه الأيام واضحة وتكمن بتراجع كميات ضخ الدولار من البنك المركزي العراقي إلى النصف خلال الأسبوع الماضي وكذلك ما تلاها من العطال أما العامل الخارجي فمتعلق بالعقوبات التي فرضتها الخزينة الأمريكية على بعض المصارف الأهلية بحجة تهريبها للعملة إلى خارج البلاد وخاصة إلى إيران وأشار إلى حاجة البنك إلى قرابة أربعة تيرليونات دينار شهريا فقط لرواتب الموظفين والعاملين في القطع العام وهذا يحتاج إلى ضخ كمية كبيرة من الدولار في الأسواق وعن الحلول أكد أن الحل الوحيد هو زيادة الرقابة على تعاملات المصارف الأهلية أعلنت حكومة أقليم كردستان أنها خصصت ثمانية مليارات دينار من أجل إعادة صبغ وتخطيط الشوارع في جميع المناطق من خلال عشرة آلات خاصة بالتخطيط ونقل بيان لدائرة الأعلام والمعلومات تابعة لحكومة الأقليم عن المدير العام لديوان وزارة الداخلية هيمن ميراني قوله أن إعادة تخطيط وصبغ الشوارع جزء من سلسلة واسعة لوزارة الداخلية التي تعمل من أجل التقليل من الحوادث المرورية وأشار إلى أن الجديد في المشروع أن المديريات العامة في المحافظات والإدارات المستقلة هي من تدير هذا المشروع الذي كان في السابق حكرا على الشركات التابعة للقطع الخاصة وبشأن تأمين الآلات والمسلزمات قال أنه تم شراء بما قيمته خمسة مليارات دينار من الآلات من إحدى الشركات الأوروبية الرصينة ومن أحدث طرازة مضيفا أنه في الوقت ذاته تم شراءه بما قيمته ثلاثة مليارات دينار من الصبغ من إحدى الشركات العالمية الأخرى وضع الرئيس الصربي أليكسندر فوتيتش الجيش في حالة تأهب قصوى وسط توطرات شديدة في كوسوفا الأقليم الصربي السابق الذي ترفض بليجراد الاعتراف باستقلاله حيث تفاقمت أخيرا التوترات بين أغلبية الألبانية وأقلية الصربية وعلن الأقليم الصربي استقلاله في 2008 لكن بليجراد التي ترفض الاعتراف بالدولة الفتية تحض 120 ألف صربي يعيشون في شمال كوسوفو على تحدي سلطات بيرتشينا ومساء الأثنين قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسفيتش في بيان أن الرئيس الصربي أمر جيشه بأن يكون على أعلى مستوى من التأهب القتالي وكان الرئيس الأركان الصربي الجنرال ميلان مويسي لوفيتش قال الأحد الماضي أن الرئيس أمره بالتوجه إلى المنطقة الحدودية مع كوسوفو أفادت السلطات الأندلسية أنها تقدم رعاية طبية طارئة لنحو 200 من اللاجئين الروهينجا بعد وصول قاربهم إلى شواطئها الذي كان مفقودا في المحيط الهندي وهو رابع قارب من نوعه يرسو في البلاد خلال بضعة أشهر ويخاطر الألاف من مسلمي الروهينجا الذين يتعرضون للإضطهاد في ميانمر ذات الغالبية البوذية في رحلات بحرية طويلة ومكلفة على متن قوارب متدعية في محاولة للوصول إلى ماليزيا أو اندونسيا وقال وينارديا المتحدث باسم الشرطة المحلية أن نحو 185 مهاجرا من الروهينجا رسوا في منطقة بيتي مؤكدا أن بينهم 83 رجلا و70 امرأة و32 طفلا وأشار إلى أنه جرى إيواء لاجئين مؤقتا في منشأة محلية حيث يخضع المرضى منهم لرعاية صحية وكان بعض اللاجئين في حالة صحية سيئة ما دفع بالطاقم الطبي إلى معالجتهم بالمصلة أطلق 13 طائر من نوع كاركي ساروس من جنوب شرق أسيا فوق مياه بحيرة تايلاندية في محاولة ندورة مثيلها لإعادة هذه الأنواع المهددة بل انقراض إلى الحياة وكانت هذه الطيور الكبيرة غير المهاجرة على وشك الانقراض قبل حوالي 50 عاما وكانت موجودة بأعداد صغيرة في الأسر وأجريت أول عملية إعادة إدخال الناجحة إلى البرية في عام 2011 ومنذ ذلك الحين أعيد أكثر من 140 طائرا إلى موطنها الطبيعي في مقاطعة بوريرام في شمال شرق البلاد وهو المكان الوحيد الذي تستطيع فيه هذه الطيور العيش وذكاثر بمفردها وجرأ إطلاق الطيور التي يمكن التعرف إليها من خلال رشها الأحمر الفريد الذي يغطي رؤوسها بصورة متزامنة وهي ترفرف بأجنحتها أمام متفرجين مندهشين أتوا خصيصا إلى المكان لمشاهدتها ونسبة نجاح العملية مرضية إذ يعيش 60 إلى 70% منها بعد إطلاقها بدأت طواقم الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلادة خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوجة حيث وصل عدد الوفيات جراء التقص إلى 25 شخصا فيما وصفته السلطات بأنه حرب مع طبيعة الأم في مواجهة عاصفة القرنة ما زالت أجزاء من شمال شرق الولايات تواجه سلسلة من العوامل الجوية المتطرفة بما يوصاحبها من ثلوج ورياح ودرجات حرارة متجميدة اشتاحت البلاد على مدار عدة أيام متسببة من قطاع تيار الكهربائي على نطاق واسع والغي رحلات جوية وما لا يقل عن 47 حالة وفات وأدى التقص المتطرف إلى الغي ألف رحلات الجوية في الأيام الأخيرة وظل التقص العاصف مخيما على مقاطعة أري في غرب نيويورك حيث تقع بافالو والتي صار تمثل بؤرة أزمة التقص إلى تذكير بأبرز أهم العنوين محافظ صلاح الدين يجدد العزم على تأمين مستحقات المتضررين من الإرهاب ويضع حجر الأساس لتطوير وادي شيشين مؤتمر موسع لتسريع الخدمات في بيجي والنزاهة تضبط مسؤولين بزراعة الدور محللون ينصحون البيت السياسي الشيعي عدم تأزيم العلاقات مع واشنطن وتمنح حكومة السودان خيارات تنظيم علاقات العراق الخارجية موسيقى والحكومة توافق على تثبيت المحاضرين والإداريين في الوزارات والمحافظات وتطمينات رسمية بعودة التوازن لسعر صرف الدولار موسيقى شكرا لحسن المتابعة في أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى